السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان متابعي قناة الاقتصاد والفلاح قناة كل العرب بإذن الله تعالى خلال الحلقات القادمة بإذن الله نعرض لحضراتكم أسعار العملات العربية والعملات الأجنبية أسعار الحديد والأسمنت أسعار الزهب وفكراتهم جديدة لمشاهدين الكرام في كل مكان وكل من يهتم بأسعار العملات إن شاء الله انتظرونا خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى مع فيديوهات يومية عن أسعار العملات بصفة دائمة وإن شاء الله نتناول في هذا الفيديو سعر الدواجن اليوم الاثنين الموافق 31-8-2020 حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم 16 جنيه ونص وما زال انخفاض أسعار الدواجن مستمر منذ عيد الأطحى المبارك حيث أشهد السوق اليوم سعر 16 جنيه ونص يعتبر أدنى سعر وصلت إليه أسعار الدواجن خلال هذا العام بينما تصل إلى المستهلك من سعر 19 جنيه لـ 21 جنيه حسب المنطقة في مشاهدها سعر كرتونة البيض داخل المزرعة 23 جنيه ونص بينما تصل إلى المستهلك متوسط سعر من 27 لـ 29 جنيه بالنسبة لأسعار الدواجن هذا السعر غير عادل بالمرة حيث سعر التكلفة بالنسبة للسادة المربيين وأصحاب المزارق أعلى من 16 جنيه ونص يعني ما زال الخسائر مستمرة لأصحاب المزارق نرجو من الله أن يصلح الحال للجميع ويشهد السوق استقرارا نسبيا في مصلحة المشتري ومصلحة المزارق والمربيين دمتم في رعاية الله وأمني وانتظرونا في حلقات جديدة عن أسعار الدواجن غدا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر